اشتركوا في القناة هنتكلم النهاردة يا شباب عن موضوع مهن وتقصصات الحاسب يعني الحاسب الآلي اللي احنا نعرفه ده وان احنا بندرسه في مهن قصة بي وتقصصات قصة بالمستلدمين او اللي بيتعاملوا مع جهاز الحاسب في الوقت نتكلم عن نقطتين اول نقطة تخصصات الحاسب ثاني نقطة عن شهادات العالمية التي تمنح في هذا المجال نتكلم في اول نقطة عن الشهادات العالمية في الحاسب نسمع عن نوعين من انواع الشهادات العالمية تمنح في مجال الحاسب اول نوع اسمه الرخص الدولية ثاني نوع اسمه الشهادات التخصصية الرخص الدولية دي تهتم بمعارات الحاسب وتطبيقاته الاساسية الاساسيات الحاسب والبرامج بتاعته اسمها الرخص الدولية انما الشهادات التخصصية دي بتركز على تخصص واحد فقط تخصص واحد فقط بيأكل شهادة دي يكون ذو كبرة عالية في المجال اللي هو بيأكل فيه الشهادة وانا اقول دلوقتي امثلة للشهادات دي عندي بالنسبة للرخص الدولية في عندي نوع اسمه الرخص الدولية لقيادة الحاسب كلنا طبعا سمعنا عنها ICDL يبقى اول نوع هي الرخص الدولية لقيادة الحاسب ICDL وده طبعا تنظيم للربح موجود في ايرلندا يعني ما بيهدفش الى الربح بس بيهدف الى اعطاء الرخص وتعليم المستخدمين لبرامج الحاسب ثاني رخصة اسمه شهادة كامبردج الدولية في مهارة تقنية المعلومات CIT ولازم طبعا نحفظ الاختصارات دي كويس نعرف ICDL اختصار ايه؟ الرخص الدولية لقيادة الحاسب CIT هو شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات ثم نتكلم في الشهادات التخصصية من قبل جهات غير ربحية زي منظمة COMPTIA دي منظمة غير ربحية بتمنح شهادات تخصصية دولية منظمات غير ربحية منظمات غير ربحية بس اسمها شركة مايكروسوفت شركة سيسكو شركة أوراكل شركة نوفل عندي نوعية جهة غير ربحية زي منظمة COMPTIA ومنظمات غير ربحية زي مايكروسوفت سيسكو أوراكل نوفل ونعرف دلوقتي أبرز أنواع هذه الشهادات الشهادات الصدرة من شركة COMPTIA عندنا هم أربع شهادات أول شهادة اسمها COMPTIA A Plus دي مجالها فني صيانة فني صيانة نعرف اسم الشهادة ونعرف المجال بتاعها بيتكلمت طبعا عن صيانة أجهزة الكمبيوتر ثاني نوع COMPTIA Network Plus من اسمها كده Network يعني شبكات ده فني شبكات بيقوم بتركيب وتشغيل وإدارة الشبكات ثالث نوع COMPTIA Security Security يعني أمن فهو فني أمن المعلومات ده مجال الشهادة بيشتغل في أمن الشبكات تشغيل الأمن التهديدات اللي بتصدف الشبكة أو الإنترنت تشفير الشبكات تمام؟ رابع نوع اسمه COMP Project من اسمه كده Project يعني مشروعات ده يكون خبرة في مجال الحاسب لدفر مهات التحليل والتخطيط في مجال المشروعات ده الأربع شهادات اللي موجودة من منظمة COMPTIA اللي هي منظمة زي ما قلنا هي منظمة تجارية غير هادفة للربح شوف بقى بعد كده الشهادات اللي صدر من شركة مايكروسوفت وده طبعا منظمة ربحية وهي رائضة في تقنية المعلومات أمسنا للشهادات أول شهادة اسمها MCSA ده خاصة بإدارة الشبكات نعرف بس إنها اسمها اسم الشهادة وموضوع الشهادة اللي هو إدارة الشبكات تاني نوع اسمه موس أو موس دي استخدم تطبيقات المكتب زي الوفيس اللي انا نعرف اللي هو الورد والإكسل والباوربوينت والأكسس والتطبيقات السحابية التطبيقات السحابية اللي هي إن أنا بستخدم الوفيس ده عن طريق الإنترنت من دون إن أنا أسطب البرنامج عندي على الجهاز الكمبيوتر ثالث شهادة اسمها MCDBA بإدارة وتصميم وصيانة قواعد البيانات بشركة مايكروسوفت عندها أمثلة يعني ثلاث شهادات الجهة اللي بعد كده منظمة سيسكو برضو ليها بعض الشهادات أنا أخد برضو فكرة بسيطة وسريعة عن الشهادات دي أول شهادة اسمها CCENT دي شهادة المبتدئين خاصة بالشبكات عملية شبكة البيانات وبتربط الشبكات ببعضها ومعالجة عنوين الأجهزة IP والشبكات اللاسلكية ثاني شهادة اسمها CCNB دي بقى الجانب المبتدئين دي شهادة للمحترفين يعني اللي بيخدها بيبقى محترف بتعامل فيها إزاي إننا نقدر أزود كمية البنات على شبكة الانترنت وإننا نقدر أدخل شبكة أي شبكة أيا كانت عن بعد وأمن وحماية الشبكات ثالث شهادة اسمها CCIE دي بقى للخبراء أعلى من المحترفين وأعلى طبعا من المبتدئين اللي بيكون حامل الشهادة دي بيكون عنده إلمام كامل بجميع موضوعات الشبكات لأنها أعلى مستوى في علم الشبكات يعني اللي بيكون عاقد الشهادة CCIE ده بيبقى خبير في مجال علم الشبكات بعد كده نتكلم في جزئية مهن الحاسب يعني مين الناس اللي بتشتغل في مجال الحاسب الآلي عندي كذا نوع أول نوع هنتكلم فيه وظائف المتخصصين يعني ناس بروفيشنال دي شغلتها ان هي بتشتغل في مجال الحاسب زي مين أول وعد المبرمج المبرمج ده طبعا اللي هو بيقوم بكتابة البرامج باستكدام لغة برمجة ده اللي بيصمم البرنامج أو اللي هو بينشئ البرنامج من البداية بدأ اول نوع طب تاني نوع محلل ومصمم نظم لما اجي اعمل اي نظام كمبيوتر أو اي نظام كمبيوتر لازم الاول بيكون فيه هناك خطوات اولية لدراسة النظام ومتطلباته واحتياجات المستفيد والتخطيط له ده مهمة محلل النظم اللي هو صاحب الخطوات الاولية اللي بيدرس النظام ومتطلباته والاحتياجات بتاعته والتخطيط له ثالث موظيفة اخصائي قاعدة البيانات من اسمه كده هو المسؤول عن بناء وتطوير وادارة وصيانة قواعد البيانات رابع نوع مهندس الحاسب بيقوم ببناء وتطوير الاجهزة المادية لجهاز الحاسب والشبكات وانظمة التحكم الرقمي والاشراف على تشغيلها وصيانته قامس نوع قامس خظيفة لفني الحاسب ده بيقوم بتهيئة اجهزة الحاسب للعمل زي مثلا احمل نظام تشغيل اللي هنزل النسخة عليه او نزل البرامج المطلوبة اللي المستخدم اللي هيقعد على الجهاز بيبقى محتاجة وكمان تركيب الاجهزة الملحقة زي الطبعة زي السكانر كلام ده كل سادس نوع فني شبكات وده من اسمه المسؤول عن تركيب وتشغيل وصيانة الشبكات مش محتاجة يعني حاجة سابع نوع فني تصميم وادارة المواقع ده اللي هو بيعمل الموقع على شبكة الانترنت وبيشرف على ده زي اي موقع ده اللي بيهو ووب ديزاينر اللي هو مصمم صفحات او مواقع الانترنت النوع اللي بعد كده معلم او مدرب الحاسب ده زي المدرسين الحاسب اللي بيكون بنشر ثقافة الوعي العلمي للحاسب الآلي في المجتمع تاسع نوع وتاسع وظيفة مسؤول امن المعلومات من اسمه بيتولى متابعة سير المعلومات يتأكد ان المعلومات دي مظبوطة او لا ويحفظ على سريتها بعد كده اتكلمنا عن وظائف المتخصصين في وظائف ناس غير متخصصين يعني مش لازم تكون شغلته الاساسية مرتبطة بالحاسب لكن بيقدر يتعامل مع دهاز الحاسب زي المصمم ايه هو المصمم بيقوم بعمل التصميمات الهندسية والمعمارية باستجدام الحاسب يعني هو اصلا ما لهش علاقة بالحاسب الا ان هو بيستخدم برنامج بين برامج التصميمات على الحاسب ان انا بصمم الرسومات الهندسية زي برنامج مثلا الاوتوكاد ده مهندس بيشتغل على برنامج جوه الحاسب انما هو مش متخصص في الحاسب تاني نوع مثلا من الوظائف الغير متخصصين النشر الالكتروني ده زي المعلف ده بيقوم مثلا باعداد الموضوعات بتاعته زي المقالات او المؤلفات او الكتب وبينتشرها بيستخدم عن طريقها استخدام الحاسب واحد تاني اسمه فني رسم بالحاسب ده بيرسم رسومات باستخدام برامج الحاسب لرسومات معمرية او هندسية رابع ان هو مشغل اجهزة مؤتمدة على الحاسب ده بيشغل اجهزة ان هي بتكون اصلا متوصلة بالحاسب الالزائي الاجهزة الطبية مثلا كلنا مثلا لو دخلنا اي مستشفى او اي عيادة بنشوف بنلاقي في اجهزة قياس اشعة او اي حاجة مثلا من الاجهزة اللي تم موجودة عند الطبيب تم توصلها بجهاز كمبيوتر هو علاقته الاساسية بالجهاز انه هو ملوش علاقة اساسية بجهاز الكمبيوتر خمس نوع اداري ده واحد موظف بيدخل بيانات موظفين في برنامج معارجة النصوص او بيعمل اعمال حسابية او بيتابع مخزون برنامج برنامج مخازن مثلا بيشوف الصادر والوارد والكلام ده كل وكده يا شباب نكون خلاص للدرس النهاردة وشكرا للحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة